موسيقى 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 السلام عليكم ازايكم عميلي الاخبار النهاردة معانا حلة جديدة معانا ضيف جديد اعتقد هو اومار تماما القناة واعتقد اومار تسمعو بيككلم عاربي معانا ازايك يوسيف عميلي انا المصطفى انا كويس كويس وانتا ازايك؟ انا بخير الحمدلله يعني احب انا ابدأ ان انت لو تعرفنا بنفسك اتعرف الناس اللي تسمع عن نفسك وعن خبرتك وعنك انا ابدأ ان اتكلم عن التوبك ان شاء الله انا اتكلم عليه ان شاء الله انا اسمي يوسيف الماريني انا مخيم بالديار الفرنسية مغرب الجنسية و اعمل حاليا في شركة ديتابريكس اه اه صعب ان اعمل الترسلات اعمل 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 why ما ا gekلم عن توبك ان هذا اليوم سنتحدث عن ها juga كيف تبدأ or the migration from parquet to delta جميل جدا and مهمة جدا لأننا كطلب or عندما كنا طلب كنا نستعمل excel and other kind of data and I truly believe delta lake مهم جدا لأنه open source format and I will explain later and by the way هستعمل كلمات بالنجليزية أن العربيتي مش حلوة جدا and you will struggle to understand كلمتي and أستسمح إن كانت هذه العمالة صعبة جدا لا عادي ولا أهمك يعني خليها اللي يحك أنا مش عايز المضاعف صوبة عليك طب تحب تشاريس كريم بتاعتك؟ نعم أنا برضو ممكن أقول برضو للشباب كفكرة عن الحلقة برضو في الجزء بتاع data warehouses عامة في 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 نوعين من الفايلز عامة اللي بتحط فيها الديتا في نوع non-binary زي csv والتكست وكده وفي نوع binary binary ده مثال لي أحد الأمثال لي باركي وفي ما أعتقد أشهر حاجات في حاجة اسمها orc في حاجة اسمها يعني في أكتب وفي أكتب بس خير نحن نحن نتكلم عن باركي فيوسف النهاردة هايقل لنا الناس اللي عندها باركي بتستخدموا في data leaks هي اي changes اللي عندها وازاي هو يقدر يروح من مرحلة البركي انه يبني يروح لدلتاليك والأي changes بتواجهنا تماما الآن هنبدأ بintroduction to دلتاليك لكن قبل أن نبدأ الحديث عن دلتاليك هنتكلم بسرعة عن data warehouses يعني كلكم تعلمون أن data warehouses منستعملها لكي نبني dashboards and and unified disparate systems ويعمل كويس جدا لكن هناك بعض المشاكل التي يمكن أن you can face some issues and those issues are mainly known لأن data warehouses لا يمكن أن تعمل عليها machine learning data science لا يمكن أن تقوم ب to handle unstructured data like يمكن تكلم على صوت صورة video and you cannot also do streaming for example نحن نحن يمكن نأخذ example of data flowing from a system this what we call streaming data non stop محمد مصطفى يعني هو الفكرة هنا دراتي عندنا داتا جاية stream pipelines مثلا نفطر GIS أو sensor data بتيجي on the fly data houses more to all lab يعني هي بتاخد وقت عشان تبروسس هي more to ETL والاناليتكس بس حاجات اللي streaming مش أفضل حاجة جزء بتاع لو أنا عندي data sour أنا عايز عايز أستريم السور هذه on the fly أو فيديو أو data أنا عندي تكس جاست twitter tweets فدي مش أفضل كيس لها بنستخدم data warehouses فهو دا اللي نحن نكام عايز جزء تماما والجزء الأخير it's about closed and proprietary format يعني عندما تستعمل data warehouse the storage format هو proprietary بتاع الشركة اللي بت تبيع هذا data warehouse and دي مشكلة لأنك عندما تريد and switch from a system to another one your data is stored in a format اللي مش ممكن تستعملوا في سيستم آخر and دي مشكلة كبيرة and من بعد we saw that data lakes came to the system and data lakes are very very interesting and يمكن and to store جميع نوع الديتا صوت سورة document anything كل شيء and دي مهمة جدا لأن storage رخيص جدا and the part last part is that supports open formats and this is this is very very important in an open source format you don't pay for it it's something that the community تطورون هذا format لكن again you have some issues المشكلة الأولى in data lakes the support for the bi in case you want to do the like run queries is very very deprecated المشكلة المشكلة التانية جدا سعب جدا كي to set up the data lake لأنك كل مرة تقوم you have some data you put this data on a data lake you have poor performance لأن مش عندك indexing or partitions it just put data and this مشكلة مشكلة كبيرة لذا بعض الشركات حاولت أن تقوم بجامع هات two ecosystems يعني بتستعمل data warehouses for the report in NPI and data lake في machine learning and to store this unstructured data ولكن دي حال صعب جدا لأنك عليك أن تقوم ب استعمل two different systems at the same time copy data from system one to system two handling the governance يعني by governance I mean من يمكن أن يستعمل هذه data or هذا table in the first one and the second one and this is very expensive it brings a lot of overhead لأن عليك أن يمكن تقوم بجلب شخص آخر لكي يساعدك على هذه التاسك and that's why data breaks and they thought first وقاموا باخترا protocol or what we call an open source storage format بتسمى Delta Lake and Delta Lake هي parquet parquet زائد logs and ماذا عني بlogs logs anytime for example كل مرة مصطفى is writing بيكتب على على table some information هاخد some notes telling okay مصطفى did insert two two rows مصطفى deleted this column every anything كل شيء بتعمله هو مسجل في logs and that's what we call logs so Delta it's parking that's logs and and بتعطيكم functionalities or other features أنا هتكلم عنها لكن لماذا Delta Lake مهم لأن first of all لديك Data Lake and Data Lake كما قلت في بعد دقائق أنه رخيص جدا يعني يمكنك أنك you can store all kinds of data ولكن لا يمكن أن you don't have these transactional aspects data Delta Lake brings this transactional structure transaction layer للي بتكون عمنا في data warehousing to the data lake يعني إحنا بناخد the best of the two words the best of from data lakes يعني الرخيص and supports all kind of all kind of formats or all kind of type of data structured semi structured and non structured and we are bringing the transactional or the structured transaction layer from data warehousing and this and هذه شخصية خاصية خاصية مهمة مهمة جدا and once this data is stored as Delta Lake then يمكن تعمل streaming analytics يمكن تعمل بها BI data science machine learning and الخاصية المهمة Delta Lake is open source this is very very important I have several questions I want to take discussion well the first question is if we understand the right we had Parquet and Parquet was to the same structure and structure and the problem or the problem that people would be data lake if I don't use data or house property format like snowflake or redshift or something like that I'm short in query so this is a problem when we put Delta Lake Delta is how do you tell me how do you Delta Lake solve the problem with the area is different engine how do you not different engine what do you do you where did problem Delta Lake put it to solve the problem I'll answer on the first question why do you have to Delta Lake instead of Parquet الجواب سهل عندما تستعمل باركي يمكن لك زيادة زيادة لباركي لكن لا يمكنك تغيير البيانات الموجودة على التابل نعمل باركي باستخدام باركي لان الاتاليك اصلا او موظمها اموتابل فبالتالي باركي مش هحل المشكلة دي وعشان نعمل كده يمكنك تكتب كود اللي هو يكوبي مثلا في فايل جديد ويعمل تشينجيس في ياخد اذا تم بفايل ويعمل ابديت او الكلام ده لكن دلت لك حالة لمشكلة دي ان هي بتصبوت او هي اوتوماتيك بتعمل الكلام ده عند زهود ليا صح كده؟ تمام تمام هذه خاصية مهمة جدا لانك لا يمكن كل مرة تزيد الديتا ويركوبي متشكك تحتاج او المشكلة دي زهود مهمة مهمة جدا والغواب الاخر هعطيك بعض الخاصيات المهمة لانا الراحة هو تحساصنا تحساصنا الناس هي الخاصية التي تكون لدي في التتاها في منا أخذ an example I give a lot to the customers. أخذ an example I give a lot to the customers. So بدون الخاصية, you will ask 200 pounds, you will have 150, ولكن ليس مشكلة لأنه ليس هناك asset transactions. But with asset transactions, إذا طلبت 200, either you're going to have 200 pounds, or you will have nothing. It's either it's going to succeed and it will commit, or it won't succeed and how to change any modification. A rollback. Yeah, exactly. A rollback like never happened before. And الخاصية التانية, it's scalable metadata. لأن هنا نأخذ مثال عن a table. Today the table is small, يمكن 200 megabytes. ولكن من هنا سنتين أو ثلاثة سنوات the table will be, I don't know, 2 terabytes. So it should handle this metadata and المشكلة في بعض الفرمات. The metadata became so big that you cannot handle it. And this becomes very, very problematic. And الخاصية الصورة, we have it with a feature called Optimize. and I'll take an example. عندما تكون تعمل في الData Lake كل مرة هتزيد the data. Sometimes it's going to be 200 kilobyte file. مرة أخرى هتكون 2 gigabytes file. مرة أخرى 3 gigabytes. وفي الأخير عندما تشوف الفائل you have inside the table you're going to find that you have several files. Some of them are small, some of them are big. And when you have those many, many, many files this is a problem. لأن كل مرة تقرأ الفائل then تسدوا then تحل another file تقرأوا تسدوا مجددا and هذه العملية تأخذ وقت كتير. The Optimize will come and compact those files. Instead of having 200 files you're going to end up having 5 or 60 files. and they optimize a lot the performance on the tables. And also آخر هذا it's capture statistics. يعني أنت عندما تريد أن run a query على التابل Delta capture statistics يعني المنمم المنمم of files which means لما تعمل for example select star from customer where age below 70. We have statistics. لم نقوم بتفعيل a scan over all the table but we're going to go straight to the files we're looking to have. And هذه الخاصية بتسرع queries with the Delta format. أنا تحدي أول أول بشكل أول هنا أن الأصد في أو 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 بس ودي مشكلة ان انا كده لاما اروح لداتا رهارس انا update ودي تبقى غالية عليها لاما اروح استخدم delta فدلتا هنا اللي انا فاهم منك انه هو automatic وقت ما انا بعمل update فبما انه كده كان data immutable فدلتا under the hood بالAPI استعطوه هو الوحده هيروح كأنه بقى مثلا يكارت new file مفروش records اللي اعمل تبقى update او بريكورد عديمة ويمسح فعيرات او يهندل اللوجيك دالية فكأن delta عمل encapsulation للوجيك معقد قوي في الupdate والدليت على data leaks بالAPI استعطوه صحيح انا فاهم صحيح حتة دي؟ تمام طيب السؤال بقى التاني هنا حتة scalable metadata ايه الفاهم بين delta metadata هنا ومسلا hive metadata يعني يعني في ناس تقول مثلا ان hive metadata كان او مفروش ما بديش statistics او فيه شوية 6 بس مش كتير بس هو فيه metadata ايه الفاهم بين hive مثلا metadata وdelta metadata لما بتكلم على delta metadata لما بتقوم بعملية delta will write on the logs وفي الاول the logs هو جسم file ومحمود added some data محمود deleted some data and after each uh by the 10 commits يعني uh those json files are gonna be compacted and it's gonna create a new file and this file is gonna be a parquet file and 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 since it's a parquet you have to make a distribution of the uh the the parquet using the spark engine and 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 this is only a summary of json's as a parquet it's gonna be distributed with the with spark so you have to say you want to say that for example if i have cdc change data capture transactions and transactions you have to give this data and you have small file so we have to go to the problem which is the small file problems in Hadoop so you say no that parquet sorry that delta because he already has the engine that has a problem that has a problem that has a problem that has a problem which we were able to do with just daily jobs to compact the file small file this file 1 so that we need processing that the small files do not be optimized to big data so you were telling me that with this network also the metadata and the transaction that happened became automatic and encapsulated to the user part so that the user needs to do this right? right ok the network the network is the network the network you need to do to tell the data or the users that the file you have to do table and there are ideas and transactions or anyще and that all the information that are available and what is the name of the barquets How do you use the spark SQL engine Databricks and even the like this what is it going to be to know these tools which is the statistics and query so we will make sure I will get any data بلين باركي و نفس الداتا بس باركي بلاست دلتاليك إيه الإضافة اللي هضفه لنا السلسك ساعة التابل بتاعت الداتا؟ الإضافة هو أنه لما نقوم بتفعيل كويري الانجين لن يقوم بتفعيل أو تسكن كل الداتا هتيمشي قوة للإنفرميات التي تريد أن تراتي لأن لك ديكا ساتيستيكاً لما قلت لك قبل عندما تقوم بتفعيل أو بتحديد داتا على التابل نحن 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 نقوم بتفعيل هذه المنصات ومستفعى في الانجين لدي تقوم بتحديد دليل المنصم ومستفعه لأنه تجري أيضا ساتيستيكاً لا تقوم بتفعيل سعد ولكن تذهب إلى المعلومة التي أريد أن نقوم بإستخدام حسنًا، الهدف هنا أنه عندما أجرني كويري على الديتا بدل ما الكويري تسكن كل الديتا الذي ستستخدم السلسك مثلا أنا أريد أن أعرف الـ minimum ID أو maximum ID أو minimum date هذه المعلومة التي أريد أن أجهزة فليس تسكن أصلا الديتا هي أجهها من السلسك وإذا أريد أن أجهزة سلسك أو أجهزة فليس تسكن كل الديتا لأنها لا تسكن كل الديتا هي أجهزة فليس تسكن كل الديتا هل أنت أريد أن تقول لي صحيح؟ نعم، والخاصية اسمها Data Skipping لأنها تقوم بإستخدام كل الديتا، نذهب إلى الديتا الذي نبحث عن وهذه الخاصية تقوم بـ Delta Lake طيب سؤال كمان هنا بقى أنا شايف كلمة Time Travel وأنا يعني مهتم أننا نعرف Time Travel هنا مقصوب بها إيه وإفعادتها من ناحية البزنس نعم، تمام، سأعطي المثال هنا قلت من قبل أن Delta هي Parquet زائد Logs بعدا ت Любق Una Have Relates إضافة ومبنجس لديه جزائزะ مثل بحديث وسمًا أبعky كل مرة تقوم بتحديد throughabel سأت اسأكل تحديد سأعطيه جزائزة جزائزة ٦ رسدتون أنص 요 toch هتقول مصطفى added some files مصطفى deleted over here كل مرة هتعمل بتحديث هتقوم بجلب جيسون جديد هنا تلاحظ أن we did remove file 1 we added file 3 and so on بعد عشر تحديثات it's going to create a summary of detailed جيسون as a parquet file you can see over here and here تأتي خاصية time travel يعني كل مرة تقوم بتحديث نحن نقوم بتسجيل ماذا فعلت يعني إذا أردنا أن نرجع إلى العملية التي قمت بها two days ago يمكن أن نقوم بهذا لأن كل شيء مكتوب كل عملية قمت بها مكتوبة يعني يمكن أن نرجع إلى state we had before تمام هل هذا الهدف منه وأن عشان لو مثلا حصل مشكلة في الديتا فأدرج على السلسل قبلها أو لها أهداف تانية في البيزنس برضو لها مجموعة من الأهداف الخاصية الأولى يمكن أن قمت بتحديث على التابل وهذا التحديث خطأ يعني this time travel يمكن أن أعمل خاصية restore and I bring the old table الخاصية التانية يستخدم المهمة data scientist لأن تعلم أن data scientist هي عمل بالتابل بالتابل لترين الموضل وبعض الأحيان نحن نقوم بتعديلات ولكن data scientist لا يريد استخدام التعديلات التي قمنا بها بل يريد أن يستعمل الversion التي كانت لديها قبل يومين يعني هو يمكن أن يقوم بتشجيل الversion الذي يريد أن يستعملها هنا خاصية أخرى يمكن أن تقوم بتشجيل a hard copy by specifying the version ويمكن تعمل بها نحن ناخد مثال هناك شركة تريد أن for a regulatory purpose عليهم أن يسجل جميع all the versions for the past two years لا يمكن أن تسجل كل every modification لكن هنا ماذا يمكن أن تقوم به هو أن تسجل كل يوم أحد a specific version يعني بالنهاية instead of having 2000 versions you're going to just have maybe 200 versions and it's going to be less لأن يمكن أن you can choose the version you want to store and this is also خاصية تستخدم في إطار time travel أوكي يعني أنت هنا أنا هحاول أركابة أك أفهم صحف هذا لا يعني هنا الجزء ده الأولين إن لو أنا data scientist وأنا عملت train model بتاعي على version من data d فجي دلوقتي شابت عدد engineer عشان بيعود يلعب في data كتير ويصدع ويصدع الناس يعني فجي دلوقتي عدله في data فهو راجل عشان model يقدر يعمل reproduced الريزول تاني فهو عايز يرن model على specific version من data فبميزة delta lake في الجزء ده إنه مش محتاج أقوله أخزين تدي على جنب عشان ما يحصل مشكلة أنا ممكن نحصل أي مشاكل ومن غير معرض المت بيئة teams ده مثلا مثال لالأكزامبل صحي صح أوكي تمام وبرضو حتة الترانزاكش إلى financial لو في شركة عايزة تراجع أي تقارير ممكن نرجع لفرش معامل data وبالتالي كل حاجة موجودة ب بس كل كل كلم ده نفجر أو كل شهرين أو كل أسبوعين كل كل كلم ده نفجر صحي كده نعم لا let me explain a bit more by default a delta table the logs يعني logs بسجل لمدة تلاتين تلاتين يوم they by default and 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 we keep only the snapshots for the table for the past seven days لكن يمكن أن تحمل تعديل على table a configuration and you can specify that you want to keep the logs for hundred days لمدة 100 يوم and you keep snapshots for hundred days as well and everything is configurable with delta okay 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 I can I can understand this okay and and I'll show you some information and the time travel you can do with special you can do a time stamp you can select star from events and get me the data that took place 11 november at 6 30 or you can take home baby bese 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 أفهمتك. حسناً. الخاصية الأخرى هي خاصية الـ Optimize. كما قلت لك عندما يكون لديك الكثير من الـ Files هي مشكلة جداً. خاصية الـ Optimize تعمل compaction ولكن ليس فقط تعمل compaction وتأخذ الـ Statistic لـ 32 أولاً. بالطبع. يمكن تقوم بـ Modification وتأخذ الـ Statistic لـ 5 أو 4 أولاً. وهذه خاصية مهمة جداً لأنها تعمل compaction يعني عندما ترن تكون سريعاً وستطيسات ويوجد ويوجد هناك أيضاً زي أردار. زي أردار مثل مثل الـ Index يعني تقوم بتحديد الـ Data تكون نفس الـ Data على نفس المعلام لكي تكون لكي تكون نفس المعلام لكي تكون الـ 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 صعب بالـ الـ 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 الجميع من الناس من الناس کمانا شعای نظر إس 900 canari و poلم ق Attention or whatever or is it immediately or he can see the Quay QUESTION so I was told you that a column is hit with metrics No, when it stays in the update it shades and getsec ded it ships with statistics for the first 32 columns ولكن بالطبع لما يكون عندك خمسون يمكن أن تقوم بتعديل وتأخذ الستاتيستيكس لفرصة 50 أو 52 طب هل لا تفضل اسف لا لا هذا المعلومة التي كنت عنه طب السؤال هنا درتي لو أنا عندي مثلا بفلطر على Customer ID معين هو بيبقى عارف المنو الماكس على كل فايل مثلا فبالتالي بيسكيب فايل أو يوح لفايل صحي كده يعني هم يحتاجي يعني يسكان ميتاتا بتاعت كل الفايل تقريبا تقريبا ميتاتا بس مش الفايلات عشان يعرف الفايل الريكورده موجود فين صحي كده نعم تمام وإن كان لديك الpartitioning دي هيسر أكتر search for the data لأن الpartitioning you have first let's explain what's the partitioning عندما تقوم عندما تقوم بالأبحث عن الكلمة عندما تقوم بإنتاج table يمكن أن تقول this table needs to be partitioned and by partitioning هنت هتنتج inside it's like having a folder تقوم بإنتاج تقوم بإنتاج new table يعني تقوم بإنشاء new table يعني table جديد إنشاء نعم إنشاء new table يمكن أن تختار partitions for example إنت بتعلم أن كل مرة هتقوم بفلتر هتقوم بفلتر على هتقوم بفلتر على على ديل column for example country يمكن أن تقوم partition على الكountry and كل مرة هتقوم بإدخال معلومات على الدولة دي it will go straight to this specific folder يعني لما بتقوم when you're gonna filter this specific table it wants to be scanning all the folders it will go straight to the folder you're looking for so the query will be very very fast and إن كان لديك أو إن كنت قمت بال optimize so inside this folder you will have a few files in the compaction and تكون أسرع أكثر لأن لديك Z order inside so دي دي خاص دي بعض الخاص حسنا تمام يعني هنا أنت بتتكلم إن لو حتى لو data partition مثلا data partition by date مثلا أنا خل مساء data partition by date فأنا هنا مش محتاج يعني وأنا بفلطر على customer ID فأنا ساعتها مش هفلطر على data فالتر على customer ID فهو في الكيس دي لي corner case يعني هو مش برضو مش يسكن كل data هي سكن الفريلات اللي هو عرف إن موجود فيها customer دا لكن بقى لو بفلطر date مع customer ساعتها هياخد benefit من partition اللي هو structure بتاع table on the disk ومش يفلطر كل we have other important thing and الخاصية بتسمى upsearch and upsearch is decontraction of كلمتين update and insert and دي خاصية لدينا في Delta Lake لأن as we mentioned for parquet you have append only and هنا يمكن تعمل تحديد على الطاولة and هنا the example we do have it's table called events نحن نخد view called changes and نعمل ب condition when the id from events equal the id from changes if it's matched then نقوم بتعديل لل row and if this condition is not matched هن نقوم ب insert in this table and this example صغير كيف يمكن استخدام خاصية up search المشكلة زمانية انا افكر ان كان مشكلة انا احضر data من database مثلا transaction bank مثلا شركات الاتصالات فالشباب الاتصالة افكر و insert و delete كتير فما كان لدينا طريقة احنا انا انا بيجيلي record ازاي بيجيلي مثلا operation insert record operation update record operation delete record فانت عايز تاخد latest version وتupdate the table النهائي اللي انا عايز اعمليه analytics فكان مشكلة ان نعمل handling logic بنفسنا ونشير ونعمل فاللي انت بتقوله هنا ان الحقيقة بقت سهلة انت كلها تعمله هتشوف ادي له condition وهو لو حصل update هيوح يعمله هي update التعداد لو record مش موجود يعمله طب لو حصل delete في حاجة دليت option موجود ولا هذه نفس حيث دي وكعمل delete نفس كله اقول له لو ابلش ان اقوال كذا اعمل كذا صحيح كده ابلش اقوال update update exactly this is just an example but of course you can do the update insert delete and معلومة مهمة جدا في logs هتكون لديك statistics معلومة number of updated rows number of deleted rows and number of inserted rows so you have this information يعني انت في معلومة دي محتاج نعمل لها insert body tool ونعمل installation وزي ان بتقول لي انت تعمل ده وانا under the hood من غير ما اقول لك اي حاجة اي action انا احط لك ال statistics ساعة update والdate والinsert وكل حاجة بتعندك عندك more observability على system وفي visibility على system صحيح كده نعم نعم الخاصة الاخرى يمكن انت استخدم logs كتابل ويمكن انت تقوم بتفعيل queries against this table to have statistics و دي خاصية مهمة جدا والخاصة الاخرى هي ما نقوم هي constraints يعني data quality and دي خاصية مهمة جدا لان المشكلة التي نواجهها ك data engineer يعني sometimes ما بوش نعرف data quality الذي لدينا في table and لدينا هنا constraints and constraints هي a quality expression and ها ها اعطي example you can specify constraints لتقول فيها أن كل مرة عليك على table أن تقوم ب specific condition if the age for example is lower is equal to zero don't add it and هنا كل مرة هتعمل insert if this condition is not much the insert will fail ولكن عليك أن تفكر ب حاجة أخرى ماذا قلت في الأول this is asset transactions يعني كل insertion will work or nothing which means here if you have one million row that respect the condition but only one row that does not respect this condition the insert will fail insertion won't fail you can say that if I have some rules on columns behind it you want to say that I don't need to do custom code to this you can you can do the rules on columns behind it if there's problem to insert or do fire alerts or like that نعم عندي العملية بتسمى Constraints زي فكرة انت عايز تقول ان انت كمان دلوقتي بتحاول انك انت بتحاول انك انت تحل مشاكل اللي موجودة في كل حاجة ما فيش سكيما ما فيش اي constraint اي governance اي حاجة اني بقى عندي بديل لكل موظم الأسبيكت بس موظم الأسبيكت اي لدر ثاني نعم صح اي حياة ان اشاء اشاره للاناحم لتشارك الهام ان انتي ستصفات البله او لقى الاستمار اي حاجة ان تخمándت دلتا دusting اتابريق هاadora كيف يملك اشير التأس اي حاجة ان تغلق اتابرة أ Shell بس دلتاليك يعني؟ لا هذا مختلف لدلتاليك لأنه عليك تفعيل خاصية الـ التي تسمى الـ ولكن هذا هناك خاصية أخرى هناك خاصية أخرى ستخرج للوجود لأن هنا هناك دلتاليك أحسنت هناك دلتاليك 2.0 ولكننا لدينا نوجود موجود 3.0 وفي هذه الموجودة ستفعيل ستفعيل الـ 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 لماذا؟ لأن أعطيك 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 لديك تفعيل لديك لكن مع خاصية ما يسمى ما يسمى دلتا 3.3.0، لا يحدث فزيكاً ولكن لوجيكاً. يعني يمكن أن تقوم بالأدت، كل مرة ستقوم بإختيار الكلوم الذي تريد أن تقوم عليها بالفلتر لتسهيد العمل. إن أنا متأكد سأكون في تريند في مصر باللغة العربية. أنا ممكن أعيدت، أنا كنت أفهم صحة لا، أنا كنت قررت الحديد دي بس وما كنت بقى في كتابة عايسبورغ. أنت هنا اللي عايز تقوله إن دلتا 3 من ضمن المشاكل بتواجه الكاستمارز أو الناس إن أنا ممكن براتشان هتبقوا بايت ديت مثلا. حل؟ بس أنا بكرك بعد فترة مذل الوقت، أه، سوري، أول مشكلة هنا أنا محتاج أعرف هتبقوا هتبقوا براتشان على إيه. يعني محتاج أبقى أعرف إيه كيز في الحتة دي. فأنا لو عندي تيم مش عارفين تفصيل كل حاجة عن الداتا، فأنا كابة صعب عليهم الداني. الجزء الثاني إن، طب أنا دلتا اخترت كيه وقلت هو ده الأفضل حاجة للبراتشان اللي هيقسم عليها ديت على الـ data. مثل SS3 مثلا. طب أنا جيب بكرة اكتشفت أني لأ أنا عايز أغيرك كده. طبعاً ده operation وهو ده موفي الـ data وكوبي الـ data واختيار الكلام ده وبيتغير كل فترة موضوع صعب. فأنت أنا عايز تقوله والله لا أنا بقى اللي هعملهولك دلتا. إن أنا هيبقى البراتشان ده logical. إنت خليك تقريب البراتشان لوجيكل. ولو عايز حاس تعمل different version من الـ table. كل واحد بلوجيكل براتشان مختلف. طبعاً تعمل الكلام ده لأن البراتشان بقى logical thinking أكتر ما هو physical thinking. مثل data warehouse برضاً. يعني كأننا بنحاول. يعني data warehouse مفهلش physical partitioning. تحاول انت في الأخي بتقوله index كذا. يعني نضاشة المدارة برضاً. هو إبيضة index data fire up. بس هنا اللي بتعمله إنك بتقوله logical. اختار البراتشان بس ممكن بكو تعديل رعايةي. صحي كده؟ صحي كده. هذه الخاصية هتكون open source. قلت شيئاً مؤيم. اتكلمت عن iceberg and part of this delta 3.0 they have released something or a feature called uniform and ماذا عني بuniform يعني هنا يمكن تسامل a delta table and at the same time you can generate an iceberg table because iceberg is the same thing as delta it's parquet plus some logs and delta it's gonna generate the iceberg metadata and يعني إذا لديك system يعمل إلا مع الآيسبرج يمكن the delta table will simulate that it's an iceberg table okay يعني عايز تقول أنا كنت يعني السؤال ده كنت مأجيله بس يعني هسأوه دلوقتي عايز تقول اني كمان مع الوقت في في السيستمز الجديدة الحاجات الزي آيسبرج وهودي ودلتا يبقى فيما بينهم زي ناس يسمعها يعني كأن في correlation لنقدر أكل ده من ده صحيح كده نعم نعم ودي نعم مثل rate table t using delta properties وكما هنا تستخدم أن يريد تشعر ميتا دي ميتا دي اوكي يعني انت عايز تقول ان خلاص والله انت عم مش حاب دلتا لك وانحنا مش مرفوض عايز تصرر ميتا دي انت حاب ايزبير حال انت راجل الترس ايزبير وعايز ترن ايزبير روح يصرم ايزبير وانا في الميتا بتاعتي هكول لكت الميتا ايزبير فانا عندي مور فليكسابيل حتى في حتي كمان صحي كده صحي كده and you know what else delta is also bringing with uniform hoodie يعني بالنس اللي بتعمل بhood it's gonna be supported they're gonna generate metadata for hoodie as well حال يعني هلتنا اضا نقول بس الناس ما تعافش hoodie و iceberg نقدر نقول هما ازاي delta يعني مش بالزبط بس نقول هما نفس الفكة ده بيحاول حل نفس المشاكل ده بيحل ها بس كان من ضمن المشاكل ان كل طول فيهم يعني ايه انا اشتغلت مثلا iceberg فانا رايح لأي iceberg فاز ما استخدم كل حاجة عقب ايسبيرج ومع ازاي تستخدم features من حاجات الموجودة في delta او التابريكس او الكمبين بينهم طبعا برسينج والسيكوال يعني spark مع كله ونفس الكلام مع سيكوال انجز بس هم نتكلم كمان across الفيرمورك بقى في كوروليش بينهم وفي زي زي ما تقول يوني في كيش انا ممكن خاصة اخرى اردت ان اتكلم عنها هناك معلومات كثيرة لكن دي معلومة مهمة جدا especially ان كنت تريد ان تقوم بمجموعة من الابسورت اني مصطفى قلت at the beginning البركي is immutable يعني اذا قمت بموديفكيشن behind the scenes يعني a new file is created and هنا لقد they created a feature called deletion vectors يعني اذا قمت بموديفكيشن or deletion they don't run the deletion or the update immediately they just add a vector and they say this file you need to mark it as modified or deleted and every time you make a new file and here this creation for later to reduce this to minimize creation of the new files to speed up the merge process deletion vectors okay so you want to say that I have data heavy processing for the data okay in the heavy processing of data I want to add file or update file but the data is very very so I can do everything on the fly in the phase it is a problem but still I want to update and delete so what is it? انا في الميتا داتا همارك انا عرف ان انا عايز امسح يعني الكاسم الفايل لجوه الكاسم ادي ده لازم يحصل له موديفيكيشن فانا همارك زي داتا بس كافيكة الداتا بس اماشي فيزيكال دليت او ابديت بتتمرك الريكور ده او الديتا الفايل ده ان هو ابديت او دليتت وبتتحصل بقى يعني انظر يعني بليتر بيحصل ابديت ودليت ده behind the scene فانت كده مع ابتالشين حتى الديتا بتعمل هيفي ابديت او انسيرت وفيه تتطير الكلام ده فانت الدنيا بتبق سويعة جدا في الجوز ده صح كده فانت كده ما بعش عندك يعني كأنك كأنك بتم حاجة async في background مش اي من البروسيس دي مستنيها صح كده تمام تمام and here let me show you an example here table where deletion vectors يعني غير مفاعلة يعني كل مرة هاقوم ب for example i deleted row 2 and 4 it's gonna create a new file saying okay this is the new one 1 3 and 5 but when we have deletion vectors it's just gonna mark this those two rows as deleted without rewriting the underlying file يعني هنا this kind of merge operation the up the the up searching update and insert are gonna be very very fast ودي خاصية مهمة جدا and its name is deletion vectors في فكرة عدم مقدة جدا في مشكلة صح? sorry go ahead لا لا دي معلومة كنت أريد أن أشاركها معك أريد أن أشاركها معلومة إذا كنت مهتم بالفرمات دلتا هناك داتابرicks is given not database I think O'Reilly or I don't know who is giving this book for free but you can download the early release it's free I think it's the first five or six chapters but for free you won't pay anything أنا عندي سؤال هنا في الجزء ده دلوقتي لو رجعنا لفيتشار التي تفدت أنت عايز تقول أن أنت داتي لو عندك heavy operation ومدلما أنت بتعمل update and delete on the fly directly لأ أنت كل بتعمله أنك أنت بتعمل update بتعمل operation وletter on الoperation بتصل background صح كده كأنها task background طب دي مين بيران الoperation دي سأتدار يعني لو أنا مثلا عندي spark job بتعمل update and delete for table فكأن الجوب هتخلص وفي جوب بسبارك تاني هتقوم تعمل الكلام دا ولا هو هو دي أوتوماتيك بيكم بك دا اللي تبقى يعني patch ديلي أو كده يعني some operations لا تحتاج أن نقوم بهذه العملية immediately لكن بعد تفعيلات تفعيلات it's not it's spark job that will be triggered automatically to run this لا لما تعمل modification it will trigger all the updates to be done at the same time ولكن يعني instead of this this file being created two three four times it will be created only one time يعني بالعملية لن تأخذ خمس دقائق بل دقيقة and that's how this process is is interesting okay جميل جدا وحلوة حد الكتاب دا داتي الناس اللي عندها مشكلة عايز شيء كتاب وانا عارف داتي ان سيعة كتب صابعة غالي فكتاب يبلاش دي واتي ممكن استخدش على الموقع هحطوك اللينك في الدسكبش متع الفيديو برضو رو حد عايز دونود الكتاب يبدأ يقرأ عن الموضوع وأعتقد حكا حلو جدا بعض الموضوع بإنشاء كتاب وعملين في دونود نعم لذلك في السبب الموضوع بإنشاء كتاب وعملين في دلتا يمكنك إستخدامها بمستخدام الإستخدام ويستخدام دلتاليك على مستفع لتطورك ويستخدام تستخدام تصبح سبارك ويمكن أن تبدأ تعمل بمستخدام الوقت بسبب سبارك وبالتاليك هذا مهم جدا لأنه عندما كنت تلميز كما قال مصطفى كنا نستخدم بعمل بـ CSV و Excel لكن في الحقيقة هذه الأشياء نستخدمها لكن لا يحصل إلى النبي بيقى صغير بيقى بيقى بقى أسفن بلتا أو أيضا أيضا وهي مهمة جدا إن كنت أدئا أدئا أعني أو أدئا أدئا أو أدئا أدئا أو أدئا 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 فرمات أدئا سهل جدا ومع أدئا أدئا ومع ومع تيشير اذا كنت تريد ان تتعلم دلتاليك حسنا اريد واحد طيب اريد ان اخليك شكرا طيب هل هناك شيء اخر يريد ان تتعلم في الحتة دي هل هناك شيء اريد ان تتعلم لا لا الأخر اريد ان اشير اليها اذا كنت تريد ان تتعلم دلتاليك ان تجربة على الوصف ويمكنك ان تتفرج على الفيديوات كلها ان ينتج ولكن مهم جد ان تكون علاوة عليهم وصف ان تكون طالب أو تبحث عن العلم هذه مهمة جداً لأن كيف تتعلم فور فري يعني بصرحة هو الإنجليز كاللغة العلم نحن ننقل العلوم أكثر ما نحن نترجم ننقل العلوم ننقل العلوم إن شاء الله في مرحلة ترجمة من تاريخي إن شاء الله يبقى مرحلة ترجمة يبقى مرحلة ترجمة أن الروم تطلع بالعربي إن شاء الله طبعا عندي سؤال كمان طبعا ممكن دماركة يعني لو عملنا ديمو 8 شرائف مرة ثانية ونعمل ديمو سوا دلوقتي لو حد دلوقتي آخر سؤال يعني عندي ينفك دلوقتي عندهم heavy data leak with parquet حل وعايزين يبدأوا migration لدلتا إي إي نصايحك أو زي نستاكل حتة دي أنا داتي أنا رجل يعني chief data officer في شركة وعايز أبدأوا migrate أعملي هتعمل you're gonna run this this kind of query دلوقتي optimal conversion main parquet لدلتا and you can run a query kdbcql or with a python I mean depending each language you master more and دلوقتي convert to delta and parquet for example if this table is not registered in Hive في Hive and you paste the path of the table partition column and it's gonna create the delta table and لما بتقوم بهادي الconversion خاصية مهمة make sure to run optimize to compact the files لن تعرف number of files you have behind the scene if it's small file or large one so make sure to run the optimize and you can get started and yeah I think that's the easiest thing and nothing changed I mean it's just parquet with logs I mean you just but you're gonna get all the benefits and conversion will take some time ولكن في الأخير الاستفادة تكون كبيرة لأن يمكن الconversion تعتابل تأخذ ساعتين تأخذ ثلاث ساعت ولكن إذا رأيت في long term if you save 2 minutes or 3 minutes في كل run if you run it 100 times you save 200 minutes I'm just a basic example but هذه مهمة مهمة جدا and it's gonna simplify your life لن تقوم for example to do an update to create a temporary table تعمل كتير من joins and copy from here it's a lot of overhead and to read and avoid this so that's the easiest thing to do يعني أنت تريس تقول الله أنا دلاتي لو أنا CTO بتاع شركة وطلب مني أن أميغريت للتلتا أول حاجة أعمل أعمل سكيربت دا هلست التابل اللي عندي بالبرست تاعتهم وهكري to delta convert to delta السكريبت دا ياخد كل التابل ويكري new version من التابل أو يعني نفس التابل بس new version منه ب delta واروح واروح مثلا واروح بكتب بدا دي عن طريق 5 hours park هو هقول بدلا ما أنت بتعمل .2 park وانت بتكتب .2 delta وخلاص هي عندك daily job بترن optimize وتاخد benefit فانت خلاص دلوقتي ما بقيتش محتاج كل overhead بتاع delta بالضبط الحيث exactly nothing change only just replace parquet ب delta يعني كل الخاصيات اللي دايك في parquet اللي دايك توجد في delta بس delta عنده زيادة نعم it's parquet plus بس حلوة تمام تمام جدا تمام جدا في قوزي تاني هنا عايزين نضيف في السلايدي no i don't so yeah okay i can explain this as i mentioned the log so inside the log you see you have some json file over here and some zoom this is just this is just an example and over here in art you can and for example json that and you will find like this information you will see for example the different metadata name of the different columns if the table is partitioned and several other information and that's that's the that's what i wanted to to share with you and this is an example again of the constraints you need to handle the data quality here the constraint is called date within range and here i specify insertion of the data the date should be higher than 19 0 1 January of 19 0 0 which is just a basic example to make sure that we have a good data quality and another thing is the medallion architecture or multi op architecture it's three options over here or three layers the bronze layer here we raw data we store raw data over here and that's it in silver we have cleansing joints but different cleansing there and من بعد في ال gold هنا سنقوم بال compute KPIs كل ال columns المهمة for data analysts and data analysts have gold to build the dashboards and maybe data engine data scientists will use this also the gold and maybe silver to train the ML models and this is what we call the multi op or medallion architecture and and in r2 we're going to add the link in the chat in the chat below so you have this delta definitive guide and you have also the spark three point book called learning spark it's a very very interesting book and again you can have this book for free so you can see the link over here this is again a free book so i'm Santa i'm i'll give my gifts before the time i'm on the channel we'll talk about the Hadoop and Hive and I'll give the next spark we'll talk about book so it's good book it's a it's no one need to take it illegal something you'll take free and I love things it's good not it's good I love the thing it's good and the book they're going to create spark so I'll find a place better than you go through Delta or Spark كل اتنين زي بعض يعني بس انا محتاجين يعني عايزين مرة تاني ان شاء الله لو وقتك اسمح ناخد ديمو كده باستخدام مثلا بركي ناخد ناخد example simple example مثلا بركي ونحن ناخد نفس الexample نطبقه بدلتا ونشوف ازاي ممكن يبقى فيه زهواء optimization الثمثلة Royal Next time i will make sure to Create a database environment database is the company with whom أنا أعمل ديمو لتشعر الناس بين باركة و دلتا و كيف تفعل المغرارات و كل شيء و بتديك معظم اللي أنت عايزه أنا بستخدمها على طول لما أريد أن أعمل تستنج لحاجة اللي عاكة بسبارك أو كده فدي مش داعي لتابريكس أنا مش عايزة لتابريكس يعني بس لو حد عايز يخش على تابريكس يعمل كميونيتي أكاونت بلاش و أنا أعطيك دي أنا مثلا و أنا فاكر لما كنت مثلا في الأنوة بأعطاشك عندي مشكلة أنا كنت بها ساعتها بغدن سواء بسبارك 1.3.1 ده أول فيرجة اللي صغلت عليها كمسلا نوع تقيل على الجهاز على المغرار ستطب و اشتغلوا الكلام ده فأنت و عايز ستطبه و البيانياريز كم ده أكل رأيش محتاج حتى درتي خلش على دابريكس كميونيتي اديشن اعمل لنفسك أكاونت تستخدم موظم الفيتش أنا فاكر صح مش عندكش أي لميتيش تقريبا يعني فول لرنينج و تستنج صح يا كده صح صح و المعلومات التي قمت بتقريبا و المعلومات التي قمت بتقريبا داعشت عندما كنت جلميذ أتذكر أستاذ قال هلأكم تعملوا في بسبارك بروجيكت و لذلك أستعطي مستعطي 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 و ثم أستعطي لينيكس و أستعطي هادوب و ثم بسبارك فقط لتستعطي جلت أستر من بسبارك لأن سبارك فعلا كان في الأول يعني أنا فاكرة كنت بأخذ كلاوديرا كورس ما عم بيش بعملش دعية برده كلاوديرا سقعتها في 2017 أو 2013 يعني في ماجستير وكان فعلا الحاجة الوحيدة في سبارك أنه كنت أسطب كلاوديرا في فيشو ماشين وأشغل معها سبارك دارتي طبعا حاجة بقت سهلة أوي أسهل ميكايب كتير وكمان حتت أنه أنت مش محتاج بقى تقعد صعب على نفسك سطب الحاجة لو كان وجهاز طعي ضعيف خش على كلاوديرا كميونيتي ديشن هتلاقي فيها سبارك انستولد جاهز معاك دلتا معاك كل حاجة حتى ممكن تستخدم حاجتين كتير الفيتشرة سهلة يعني الهدف مش تستخدم أنت تستخدم أنت بريكس أدما أنت تيوتلايز حاجة سهلة وببلاش ومش محتاجة أي effort وهم نفسهم يستخدم هو طبعا بفور ليرنينج مش تعمل بزنس عليه بدي حاجة كويس أنك انت تستخدم حاجة ببلاش ومانتش محتاج تصعب الدنيا على نفسك تمام تمام بشكورك جدا على الوقتك وإن شاء الله يكون عندنا لقاء تاني نعمل ديمو كلمة بعض مع الشباب ويعني نشوفك كتيب معنا على القانين إن شاء الله إن شاء الله شكرا على السيد الله السلام عليكم أشوفكم أخي السلام عليكم أحطبكاتكم